اشتركوا في القناة خالد's birthday present هدية عيد ميلاد خالد بالفقرة الاولى يقول لي punctuation التنقيض هنا انا منطيني مجموعة من الملاحظات عن التنقيض بعد دقائق راح نطرق لها بشكل مفصل مثل ما هو موضح لياها لكن بالبداية اريد انحل الفقرة الثانية اللي يقول لي وصل العبارات او الجمل بالنهايات المناسبة لها للمحادثة اللي دارت بين احمد و ليث فاحمد يتحدث يقول انه عيد ميلاد خالد يوم غاد شن العبارة النهاية المناسبة لهذه الجملة بالنقطة بي يقول لي لم انسى العاشر من شهر يناير اذا اكتب بي التكملة المناسبة لقول اللي قاله احمد وراه يرد علي يقول لي شن السالفة انت ليش ضايج angry معناها غاضب فشن النهاية المناسبة لها بدي يقول لي i haven't bought him a present and i've lost my wallet يقول لي انا لم اشتري له هدية وقد اضعت محفظتي اذا اوصلها بالنهاية المناسبة لها دي oh ليث when did you lose it اين اضعتها شن النهاية المناسبة لها يقول لي i have no idea yesterday afternoon and the mall i think قال لي ما عندي فكرة ما اعرف وان ضيعتها بس على الاغلب البارحة المساء ضيعتها بالمجمع بالمال i think على ما اذكر او على ما اعتقد what did you want to get him قال لي ش تريد تجيب له اجاوبة اقول لي a model plane of course what do you think انموذج طائرة او طائرة نموذجية بالطبع شن رأيك انت بهذا الكلام او بهذه الهدية قال لي i have just bought him a model plane قال لي استوني انا اشتريت له model plane مثل ما انت تريد تشتري شن النهاية المناسبة لها وشن اللي تكمل المناسبة لها i can't get him anything now قال لي بعد ما اقدر اجيب لي لعد اي شي يحسه قال لي hey hang on فقط انتظر what is that on the teacher's desk ما ذلك الذي على طاولة المدرس فشي جاوبة او شي يريد عليه فقر c يقول له fantastic ذلك مذهل i lost it here لقد فقدتها او اضعتها هنا we'll go shopping after school سوف نذهب تسوق بعد المدرسة great عظيم اذا لاحظنا انه اجا ضيحت شوية زميلة ببداية قال لي تشتري تشتري قال لي انا نضيع محفظتي ما قدر اشتري بعدين انتبه انه هذا اللي موجود على طاولة المدرس او طاولة التدريس هي المحفظة مالتا فلقاها فقال لي يلا يمشي خروح نتسوق الهدية الخاصة بخالد هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي يطلب من عندي ان يوصل الاسئلة او الجمل بالنهايات المناسبة لها نرجع لموضوع التنقيض شوف هنانا بالبداية انا قلت لك مطيك هنا ملاحظات هذا التنقيض فهنا ناخذ ملاحظات اضافية عن موضوع التنقيض يقول لي تكتب علامة التعجب في الحالات التالية عندما يعطي شخص اوامر انا شوكت اكتب علامة التعجب احنا سابقا اخذنا شوكت نخلي نقطة وشوكت نخلي علامة السؤال بنهاية الجملة اليوم راح نتعرف على شوكت نخلي علامة التعجب في نهاية الجملة شوكت اولا عندما يعطي شخص اوامر ثانيا عندما يتحدث الشخص بتعجب ثالثا عندما يتحدث الشخص بصوت عالي رابعا عندما يكون الشخص سعيدا هذه الحالات اللي نكتب بها علامة التعجب كما يجب ملاحظة ما اذا كان هناك كلام مباشر يجب وضعها بينها اقواس الاقتباس انها انا انتبه لشغلة انتبه لشغلة اللعب يعني مثلا باللغة العربية لما اقول مثلا قال احمد سوف اذهب كمثال الى المجمع على سبيل المثال لما يقول قال فلان قال احمد قال علي قالت البنت الى اخره هذا القول مالتا لازم اخليه تحت اقواس الاقتباس على مد اعرف انه هذا الكلام اللي قاله احمد باللغة الانجليزية بنفس الطريقة بها فقط شوية تغيير التغيير شنوه مثلا اقول I will leave said احمد على سبيل المثال will you come with me الى اخر الجملة شوف هنا اش قال قال انا سوف اغادر قال احمد شوف هنا انا قول احمد سبق الكلام هذا فاخلي قول احمد داخل اقواس اقتباس اش قال اش قال احمد انا سوف اغادر ورجع كمل الكلامات will you come with me هل سوف تأتي معي كذلك الكلام الثاني اللي قاله لازم اخليه تحت اقواس الاقتباس هذا مجرد تفصيلة بسيطة لازم نعرفها قبل من حل تمرين رقم واحد اللي يطلب من عندي يقول لي write the sentences with the correct punctuation اكتب الجمل التالية بالتنقيط الصحية هذا التمرين بعض الشيء مهم بعض الاساتذة يجبون احدى هذه الجمل بامتحان نصف السنة ويقول لك او يطلب من الطالب ان ينقطها اكتب بعض الشراءات الجديدة اللي انضافت على هذا الموضوع التنقيط لازم يطبقوها على هاي الجمل اللي شرحناها قبل دقيقة فعلى سبيل المثال really said خالد قال خالد شن القول مال خالد قال حقا اذا كلمة حقا اخليها تحت اقواس اقتباس اقول really وبما انه قال حقا اذا هو متعجب اذا اخلي علامة تعجب وسد اقواس الاختباس really said خالد قال خالد حقا وراها رجع كمل جوابه او كمل كلامه هذا لتكملت الكلام لازم كذلك اخليه تحت اقواس الاختباس فقال خالد surprised قال خالد متعجبا شقال I don't believe you I don't believe you انا لا اصدقك هو تكملة القول مال خالد اذا اخليه تحت اقواس اقتباس I don't believe تكملة الجملة you وتكملة الجملة وبالخير اكمل هم منه لازم اخلي علامة تعجب واسد اقواس الاقتباس ليش خليت علامة تعجب لان بعده متفاجئ قال خالد متفاجئا انا لا اصدقك حقا انا لا اصدقك اذا من نقطة الثانية be quiet said the teacher قال المدرس شوفنا انا said the teacher قال المدرس اذا هذا القول مال مدرس وهذا كذلك تكملة القول مال مدرس فاش اقول افتح اقواس اقتباس اقول بما انه يقولهم اذا صوتهم عالي اذا صوت المدرس عالي اذا صوت الشخص عالي لازم اخلي علامة تعجب be quiet كونوا هادئين said the teacher قال المدرس كونوا هادئين ارجع افتح اقواس اقتباس باعتبار التكملة مع القول مالتا please take your pens and rubbers and workbooks and copy books الى نهاية الجملة واخلي علامة تعجب واسد اقواس الاقتباس هذا ما يخص تمرين رقم واحد مجرد تمرين متعلق بالتنقيط اخذنا اضافات او شغلات اضافية عنها حاولوا سجلون هاي ملاحظات بالدفتر وتحفظوه واسجلون على هذا التمرين تمرين مهم جدا من الممكن يجيني بسؤال التنقيط ننتقل الى تمرين رقم اثنين what does احمد say write the expressions in the correct places ما الذي يقوله احمد اكتب التعابير بالمكان المناسب لها اول شيء نجي نتعرف على التعابير never mind معناها لا تبالي لا تخلي بالك how do you do كيف حالك hang on معناها انتظر او اصبر that's very kind of you هذا لطف منك هذا لطف كبير منك that's a good idea تلك فكرة جيدة الآن يقول لك ذلك التعابير سقطهم بالفراغات المناسبة لها محادثة بين خالد و احمد come on احمد we are late تعجل يا احمد نحن متأخرين ش رح يقول له فراغ i'm looking for my school bag فراغ انا ابحث عن حقيبتي شوني يكلم الناسبة للفراغ اكيد كلمة hang on قال له اصبر شوية عنده دور على جنوتي this is mr smith هذا السيدة smith he's from london انه من لندن he's a friend of my father انه صديق ابي فش رح يقول له يقول له how do you do كيف حالك let's go to the amusement park this evening فلنذهب الى المتنزه الترفيهي هذا المساء you can go on a new ride يمكنك الذهاب في رحلة جديدة شنو العبارة المناسبة لها او التكملة المناسبة لها يقول له that's a good idea تلك فكرة جيدة that's a good idea تلك فكرة جيدة do you want to borrow my skateboard هل تود او هل ترغب بان تستعير لوحة تزلج الخاص be this weekend هذا الاسبوع او نهاية هذا الاسبوع i'm going to see my grandfather سوف اقوم برؤية ابي بما انه قال ذات ريد الطيك لليك سكيتبورد مالتي ايو راح يقول له that's very kind of you ذلك لطف كبير منك oh no i've left my english books at home كلا لقد نسيت كتب اللغة الانجليزية في البيت never mind لا تبالي او لا تخلي ببالك you can borrow mine سوف اعيرك الكتب الخاصة بي هذا ما يخص تمرين رقم اثنين هذا التمرين مجرد نشاصة في غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي مجرد يطلب من الطلاب انه يسقطون ذن العبارات بالجملة المناسبة لها من الممكن استاذ يجيب لك من عنده جملة من هذا التمرين لكن نادر ان يجي لان كل جملة لازم يجيب لك وياها جملتين وهذا صعب ان يتضمنه من ضمن الاسئلة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا انه درس بسيط جدا اغلب دروس اليونت الرابع دروس بسيطة لمراجعة المواضيع السابقة وتعرفنا على ملاحظات جديدة للتنقيض وتعرفنا على التمرين اللي ممكن يجيبه الاستاذ متعلق بالتنقيض بالامتحان الخاص بنصف السنة حاولوا سجلوا هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمة ومن الممكن تجيكم بالتحان نصف السنة ختاما شكرا لمتابعتكم بالفيديو اي سؤالة واستفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف